إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بكم في هذا اللقاء الذي سأكمل فيه الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن المعتزلة وعن معتقدهم وقد تكلمت فيما مضى كلاماً طويلاً أذكر في حلقتين متتاليتين عن أصول المعتزلة التي خالف بها أصول الدين ووقفت عند موقف المعتزلة من العقل ورأيت أنه من المناسب أن أتحدث عن هذا الموضوع لتأثير المعتزلة في كثير من الناس واستخدامهم للعقل استخداماً لا يتناسب مع الشر ولذلك أود أولاً أن أتكلم عن مكانة العقل في الإسلام حتى لا يظن أحد أننا نقف حجر عثرة أمام التفكير أو التفكير العلمي أو المخترعات الحديثة وأننا نحارب العقل حاشا وكلا أقول أولاً بأن العقل له منزلة كبيرة في الإسلام ويكفي أن نعلم أن مناط التكليف مرتبط بالعقل يعني غير العاقل غير مكلف وغير مخاطب بالشريعة فالعقل هو أساس التكليف ورب العباد سبحانه وتعالى في كتابه أشار إلى أن العقل له لون من التفكير وأن العقلاء هم الذين يعلمون ويفقهون ويفهمون ما تضمنه كتاب رب العالمين سبحانه قال الله جل ذكره وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ فالعقل له مكانة غير أن العقل له مجالاته ولا يتدخل في مسائل غيبية بحال من الأحوال ولا يحكم في أصول الدين وهذا ما خلف فيه المعتزلة سائر المسلمين كما خالف الحق أيضا في ذلك العقل له مجالات والقرآن الكريم أشار إلى بعضها العقل له أن يتأمل في ملكوت السماوات والأرض أن ينظر أن يستنبط أن يستنتج أن يصنع كل هذه مجالات كبيرة للعقل القرآن الكريم أشار إليها قال تعالى أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يعني دعوة إلى التأمل دعوة إلى التفكر وهذا يكون من خلال العقل قال تعالى فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طُعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا إلى آخر ما جاء في آيات القرآن الكريم هذه كلها دعوة إلى العقل وإلى التأمل أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وإلى الأرض كيف سطحت هذه مجالات واسعة والقرآن الكريم ركز عليها وذكر أشياء كثيرة في ذلك أشياء كثيرة في ذلك لينظر العقل ويتأمل ويخترع ويخرز من خلال هذا النظر والتأمل إلى فائدة تعود على العباد بالنفع والخير وما إلى ذلك أما أن يتدخل العقل فيما لا يعني فهذا أمر مرفوض مثلا الأمور التشريعية أو أقرب لكم المسألة أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذه الأركان غيبية الركن الأول منها على رأسها الإيمان بالله فالله غيب لم يره أحد من البشر ولا من المخلوقين والله تبارك وتعالى جل في علاه ما أعلم الناس إلا بأمور يسيرة من أسمائه وصفاته ليتعرفوا بها على ربهم ويقبلوا عليه بالعبادة سبحانه وتعالى جل في علاه أما الله غيب والغيب والغيب من أخصص لا يعلم لا يعلم ما الذي سيدور في اليوم الآخر ما الذي يكون في القبر ما الذي سيقع في يوم الحساب هذه مسائل كلها غيبية وأهل الإيمان الصادق آمنوا بها وسلموا وصدقوا واعتبروا أن العقل يقف عند هذا الحد يعني يفكر في ملكوت السماوات والأرض يعني يعمل الإنسان عقله فيما تجارب عملية وعلمية وفيما يعود من نفع عليه وعلى العباد وعلى البلاد ونحن نحتاج إلى تقدم علمي يعني يعمل الإنسان فيه عقله ليصل من خلال خير ينتجه إلى سعادة هذه البشرية أما أن يتدخل في الأمور الغيبية لا يسميها الفلاسفة الميتافازيقة يعني ما وراء الطبيعة ما وراء الطبيعة غيب لم يره أحد من البشر والذي يجب علينا عندئذ بالنسبة للعقل أن نقف عند حدود الشرع المنزل الذي أتانا من عند الله تبارك وتعالى والعقل لا يتجاوز حده في هذا الباب بحال من الأحوال ولو تجاوزه لا وقع في خطأ شنيع لأنه لا يعرف ذلك وستكلم برجم من الكلام دون أن يدري ما الصواب فيه أو ما الخطأ لأنه لم يقف على حقيقة هذه المسائل لأنها أمور غيبت عنه ولذلك نجد أن المعتزلة أنكروا كثيرا من الأشياء ولم يسلموا بها معتزلة بعضهم أنكر سؤال القبر ولم يتخيل يقول كيف يزلس الميت خاصة إذا كان في لحد ويسأل قاس هؤلاء هذه المسائل على عقولهم وتدخلوا فيها ولم تستطع عقولهم لعدم التسليم للوحي المنزل أن يقبلوا مثل ذلك أنكروا سؤال القبر أنكر بعضهم عذاب القبر ونعيمة أنكر بعضهم الصراط بوصفه الذي جاء في السنة النبوية وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر قالوا كيف يسير عليه الإنسان هذه مسائل غيبية الواجب على العقل في هذه الحالة أن يسلم لها تسليما مطلقا انتبهوا معي مسألة دقيقة الواجب على العقل في مسائل الشرع أن يسلم تسليما مطلقا حتى ولو رأى عقل الإنسان أنه لا يستسيغ تصديق ذلك لأنه من عند الله تبارك وتعالى ورب العباد رب العباد سبحانه هو الذي أمرنا بأن نسلم للوحي المنزل الذي جاء من عند الله سواء كان من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة هذا واجب العقل التسليم المطلق لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى ولو كان العقل لا يقبل ذلك لأنه فريدته يسلم الحقيقة كان بعض أئمتنا ممن درسني رحمهم الله تبارك وتعالى كان يقول لنا إن مقتضى العقل تصديق الصادق العقل يقضي ضرورة بتصديق الصادق ما معنى هذه الكلمة نحن نوقن تماما يا أهل الإيمان أن الله حق وأن كلامه صدق لا مراء فيه بحال من الأحوال كذلك نؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا ينطق عن الهوى فكل ما تكلم به حق العقل أيضا يقضي بذلك يقضي بذلك والعقل يقضي بأن أصدق هذا الصادق حتى ولو كان ما أخبر به لا يستسيغه عقل واحد مننا لأنه لم يسلم أضرب يعني مثال على ذلك أضرب مثالا على ذلك في السنن ورد في السنن وأعاده العلماء بأن هذا من دلائر نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو شهادة الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة شهادة الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والحديث صحيح ونصه بينما راعي يرعى بغنمه إذ عدى الذئب على شاة فأخذ منها شاه فجرى الراعي وراء هذا الذئب حتى استنقذ منه الشاه فلما استنقذ منه الشاه ومشى الذئب قليلا أقع على ذنبه ونظر إلى الراعي وقال له هذه الكلمات تحرمني رزقا ساقه الله إلي أنت تحرمني رزقا ساقه الله إلي فتعجب الراعي من هذا الكلام وقال عجبا ذئب يكلمني كلام الإنس قال أولى أدلك على أكثر من ذلك رجل بين حرتين يحدث الناس بأخبار ما قد سبق والرجل الذي بين حرتين هو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية لأن المدينة تقع بين حرتين شرقية وغربية فالراعي لما حصل له هذا الموقف ساق غنمه وآتى إلى المدينة النبوية البلدة التي بين حرتين وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد وقص للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث من الذين الذين قال للراعي رجل بين حرتين يحدث الناس بأخبار ما قد سبق فلما حدث الراعي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر ويقول رأو الحديث وما هما ثمت أي ليس بموجودين عند كلام الراعي للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع بهذه القصة ومع كل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي استمع للراعي قال وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر طب لجي ناقف عند هذه الحادثة النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بذلك لأنه يوحى إليه فيؤمن بذلك الوحي من الله عز وجل طيب كيف حكم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أنهما أيضا يؤمنان بذلك ولم يشاهد ولم يسمع حتى من الراعي الذي شهد هذه القصة أو تلكم الحكاية قال أهل العلم بأن إيمان أبي بكر وعمر سيكون مترتبا على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القصة طب هذه المسألة لا تدخل في العقل الذئب لا يتكلم كلام الإنس ولكن أمر لا يدخل في العقل ابتداءا ولكن إذا علم أن الخبر صادر أو صدقه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيؤمنان به لأن مقتضى العقل أرجع للقضية الأولى لأن العقل يقضي ضرورة بتصديق الصادق وقد ثبت صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاء المشركون وأرادوا أن يزلزلوا عقيدته في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإيمان وبعد حديثة الإسراء والمعراج قالوا له أما سمعت صاحبك يحدث بأن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من ليلة ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا يعني يذكرون له مبررات تدفعه إلى التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال الصديق رضي الله عنه إن كان قال فقد صدق العبرة يكون قال لماذا لأن صادق أصدقه في كل ما يقول صلوات الله وسلامه عليه والعقل يقضي ضرورة بتصديق الصادق إذن وزب علينا بالنسبة للعقل أن نستخدمه في مجالاته المختلفة في التفكير والإبداع والاختراع وسائر الأعمال النافعة التي تفيد المجتمع أما أن نغلو في شأن العقل كما غلط المعتزلة فنتدخل في الأحكام الشرعية والقواعد والأمور الربانية فهذا العقل لا يعرفه لأنه وراء حدود العقل وإمكانياته إذن عرفت العقل الآن مجالاته وما الواجب على العقل بالنسبة للوحي المنزل أن يسلم تسليما مطلقا إنما المعتزلة في الحقيقة لم يفعلوا ذلك وكان من أسباب انحرافهم هو غلوهم في شأن العقل واعتمادهم اعتماداً كلياً في معرفة حقائق الأشياء وحتى في إدراك العقائق العقائد وقاسوا أفعال الله تعالى على أفعال خلقه وقالوا ما يحسن من العباد يحسن من الله وما يحسن من الله يحسن من العباد وحكموا الشرع في الوحي المنزل في الوقت الذي يجب على العقل وعلى كل إنسان أن يقف عند حدود الشر التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها الوحي وكلام الله كله حق وكلام الله كله صدق وعلينا أن نسلم قبل العقل ذلك أو لم يقبله العبرة بالثبوت قرآن الكريم ثابت وسنة النبي الصحيحة ثابتة فإذا قال الله قولا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا واجب على العقل أن ينصاع مباشرة ولا يرد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وكان الصحابة رضو الله تعالى عليهم أجمعين الذين تعلموا من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يسلمون للوحي المنزل يسلمون له ولا يعترضون ويؤمنون به ولا يقيسون بعقولهم أفعال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علا لأن الشيطان يمكن أن يدخل على العبد من هذا الباب وقد فعل ذلك مع المعتزلة المعتزلة غلوا في الاعتماد على العقل غلوا شديدا لدرجة أنهم أخذوا يؤولون الصفات الثابتة لرب البنية في الكتاب والسنة النبوية قرآن الكريم فيه كثير من الصفات فجاء العقل لديهم ولم يستوعب ذلك لأنهم لم يسلموا لما جاء عن الله أو عن رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم العقل عقلهم لم يستوعب ذلك فأولوا أو أنكروا صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه بما يلائم عقولهم القاصرة حتى نفوا جميع الصفات عن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه وهذا طبعا فيه من الخطورة بمكان لأنه في خروط على الشريعة هذا خروج على الوحي الرباني الذي يجب علينا أن نلتزم به قرآن كله حق وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله صدق ويجب علينا أن نؤمن بكل ذلك وأن نسلمه وأن نسلم به قبله عقلي القاصر أو لم يقبله لأن العقول متفاوتة وإلى عقل من سنرجع فلابد أن نرجع بعقولنا بالتسليم لكل ما ورد به النص قرآنا كان أو سنة نبوية هذا هو الحق الذي يجب أن نعتمد عليه وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه غير أن المعتزل غالوا في شأن العقل وحكموه حتى في مسائل الدين طب داركان الإيمان كما ذكرت لكم غيبية والعقل لا يمكن أن يطلع ولا أن يفهم إلا ما تقع عليه الحواس أو تدركه الحواس فتزوده من المعلومات أما المسائل الغيبية المسائل الملائكة مثلا لم نشاهد الملائكة والقرآن الكريم حدثنا عن بعض صفاتهم وخلقهم وأعمالهم ونحن لا نتجاوز ذلك ونقف عند الحد الذي أخبرنا به القرآن الكريم أو أخبرنا به نبينا الأمين صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الواجب والذي يفعل ذلك يحترم عقله لما المعتزل في الحقيقة غلوا في شأن العقل وددخلوا به في أصول الدين في العقائد والعبادات عقل يعني لا يسمح له بأنه يخترع في مسائل الإسلام أو في مسائل الدين أو في مسائل العقائد بل عليه أن يفهم فقط ما جاء من عند الله في ذلك أنه يخترع أما أنه يخترع فهذا محان عليه واجب العقل أن يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأن يسلم تسليما مطلقا لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن ما وراء ذلك لا يمكن للعقل أن يقف عليه أو أن يعرفه مسائل غيبية لا تقع تحت نظر العقل ولا تقع تحت نظر التأمل وعلى العقل الصادق الصحيح أن يسلم كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الصحابة استمعوا إلى القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ورب العباد أعلمهم في القرآن الكريم ببعض صفات اللي المعتزلة نفوها عن الله عز وجل أو أولوها لأن عقولهم لا تدرك ذلك كون عقولهم لا تدرك ذلك لم يسلموا لهذا الأمر الصحابة سمعوا هذه الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعترضوا عليها ولم يستشكلوها يعني ما ورد إلينا من الصحابة استشكلوا شيئا من آيات الصفات وهم كانوا إذا استشكلوا شيئا في القرآن الكريم سألوا عنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فأجابهم بالحق ونفوسهم طرد بعد ذلك وتسلم أما هؤلاء الناس لأنهم استخدموا العقل في النصوص لم يسلموا للوحي المنزل وفي هذا خطورة عظيمة على الدين وخروج عن الصراط المستقيم الحقيقة الأمة الإسلامية اكتوت بنار هؤلاء الذين حكموا العقل في النصوص الشرعية ولم يسلموا لرب البري فيما أنزله من القرآن الكريم أو في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا أود أن أسمعكم بعض مواقف المستخدمين للعقل المتأثرين بفكر المعتزلة بعض مواقف من الدين وكيف أنهم أتوا بخطر عظيم على المسلمين وقد غلل بعض في شأن العقل واستخدمه وخالف بذلك النصوص الإلهية ممن غلوا في شأن العقل في العصر الحاضر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله خالف الحق المنزل من عند الله عز وجل لاستخدامه للعقل ألف كتابا سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث هذا في الحقيقة هذا الكتاب يعني بل ورى فيه الغزالي معالم منهجه عن السنة النبوية المطهرة ونحى فيه منح المدرسة العقلية التي تحكم العقل في النصوص تقبلها أو تردها وهذا باطل النصوص إذا ثبتت يجب علينا أن نقبلها قبلها عقلي أو لم يقبل أقول مرة أخرى النصوص إذا ثبت والقرآن كله ثابت والحديث إذا صح وقد يعني أئمة الحديث جمعوا لنا الأحاديث الصحيحة في كتب كالبخاري ومسلم وأئمة الحديث جمعوا بين الصحيح والحسن والضعيف في كتب ألفوها باسم السنن والمستدركات والمعاجم وغير ذلك ما صح من الحديث وثبت وجب علينا أن نقبله ولا نعمل العقل فيه بحال من الأحوال مدرسة العقلية اللي منها الغزالي الحقيقة يعني أتوا أتت على المسلمين بمصائب عجيبة وقد خالفوا التصور العقلي الصحيح ورفضوا وردوا كثيرا من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي سلم بها جميعا أهل السنة والجماعة أذكر لكم هنا مثلا قولا قاله الغزالي في كتابه آل في الذكر اللي هو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قال ألا فلنعلم أن ما حكم العقل بمطلاره يستحيل أن يكون دينا ما حكم العقل بمطلانه أين التشريعات الربانية أين نحن من القرآن الكريم والسنة النبوية لو حكم العقل بمطلانه أبر ثابت في القرآن والسنة لا أقول بأنه من الدين ثم يقول الدين الحق هو الإنسانية الصحيحة والإنسانية الصحيحة هي العقل الضابط للحقيقة المستنير بالعلم الضائق بالخرافة النافر من الأوهام هذا قوله وما زدت أقوله قال ولا نزال نؤكد أن كل حكم يرفضه العقل وكل مسلك يأباه امرئ سوي وفطرته مستقيمة يستحيل أن يكون دينا هذا في الحقيقة كلام مصادم للحق وأنا قلت لكم آنفا بأن الحق مجاله في الدين هو التسليم كون يرفض أو يقبل العقل ليس مقياس العقل ليس مقياسا في قبول الدين ورفضه وبناء على ذلك أو من خلال هذا المعتقد أو رأي هذه المدرسة العقلية رد الغزال بجرأة كثيرا من الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمجرد أنها لم تركب على عقله من ذلك مثل الحديث البكاء على الميت حديث البكاء يعذب الميت يعذب ببكاء أهله عليه هذا الحديث استخدمه وفيه عقله قال الأصل في التشريع أن الإنسان لا يغير مسؤول عن عمل غيره فالذي يموت وأهله يبكون عليه ما ذنبه هو حتى يعذب ببكائهم عليه هكذا عقله أداه إلى فهم هذا الحديث بهذه الطريقة أهل السنة الحقيقة عندهم من الحكم والفقه والنظر أن يجمعوا بين هذه الأحاديث بعد ثبوتها ويسلموا لها ولا يردوها من قال بأن الميت هكذا ابتداء سيعذب بمجرد بكاء أهله عليه الحديث نصه كذلك حقا ولكن له معنى وله مفهوم وهذا الذي دفع الإمام بن قتيبة رحمه الله أن يجمع أن يؤلف كتابا يجمع فيه بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض ويؤلف بينها بوجه من الحق أهل السنة والجماعة مثلا لم يردوا هذا الحديث وهم يقنون أن الإنسان غير مسؤول عن أفعال غيره يعني الميت عندما يموت ويبكي عليه أهله هم الذين يبكون فما ذنب الميت قالوا الميت لا يرجع عليه هذا البكاء بذنب ولا يؤاخذ به ولا يعذب بسببه إلا إذا أوصى بذلك فإذا بكى الباكو نتيجة واصية الميت فهذا من عمله وبالتالي فاهموا هذا الحديث بهذه الطريقة كذلك أنكر أيضا في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث قصة مالك الموت مع موسى صلوات الله وسلامه عليه لما جاء ملك الموت إلى موسى ففقأ موسى عينه قال كيف يتم هذا من نبي رسول مع ملك الموت الحديث ثابت في الصحيحين وفي سائر كتب السنن سمعته من شيخنا الشيخ هيلار رسل رحمة الله تعالى عليه أليس هذا بعجيب من موسى أولا موسى قوي موسى شديد موسى وكز القبطي فقضى عليه مجرد ما ضربه كذا مات لقوته صلوات الله وسلامه عليه إلى جانب أن موسى لا يعرف الغيب لا يعرف أن هذا ملك الموت جاءوا في صورة رجل لأن الملكة تأتي إلى البشر في صورة كذا في صورة ليست على الصورة الحقيقية لهم فوقع من موسى ما وقع الغزالي لم يفهم ذلك وأنكر أيضا هذه القصة وهذه أحاديث أو بعض الأحاديث الصحيحة التي أنكرها يعني ووقف منها نتيجة استخدام العقل لو جينا إلى الرجل آخر محمد أحمد خلف الله خلف الله يقول في كتابه العد الإسلامي إن البشرية وده كلام خطير جدا تأملوا استخدام العقل يؤدي إلى أي شيء يعني استخدام الاستقلال أو الغلو في شأن العقل إنما نحن مأمورين باستخدام العقل كما قلت لكم في بداية اللقاء نحن نستخدم العقل في مجاله في محيطه أما أن نخرج به عن الأمور التي لا يستطيع أن يفقها أو أمور غيبية لا يعلمها فهذا من البهتان بمكان هذا الرجل يقول إن البشريات لم تعد في حاجة إلى من يتولى قيادتها في الأرض باسم السماء فلقد بلغت من سن الرشد وأن لها أن تباشر شؤونها بنفسها وهذا الرجل يؤكد على أن النبوة والوح كان قيدا وحجر عثر على العقل البشري وهذا كلام يعني يؤدي إلى إنكار الدين بالكلية إلى الطعن في الرسالة في الرسالات الإلهية هو لا يعترف بالوحي الرباني ولا يريد أن يسلم الناس لما جاء عن الله تبارك وتعالى ويرى أن يعني أن العقل يكفي أن يحكمنا الآن فلا نرجع فيه إلى الوحي الإلهي هذا غلوبه في شأن العقل سبب هذه المدرسة العقلية التي أسستها المعتزلة المعتزلة أرجع إلى يعني رزو الآخر واسم حسين أحمد أمين ابن أحمد الأمين ابن أحمد أمين ماذا تأمل ماذا يقول فالتشبع بروح الإسلام هذا يطالبنا بذلك نتشبع بروح الإسلام دون أن نلتزم بأحكام معينة كفيل بأن يكون البصلة التي تهدينا سواء السبيل كيف ذلك كيف نهتدي بالعقل فقط بعيداً عن الوحي الرباني ثم يقول فقد يجد المجتمع الراهن عقاباً لجريمة السارقة غير العقوبة في المجتمع البدوي وكذلك بالنسبة للحجاب الذي فرض بالمدينة النبوية فالقطع الذي قرره القرآن عقاباً للسارق هو شريعة بدوية مثل عقيدة القدر وكذلك الحجاب كان مناسباً للمدينة المنورة ولم يعد مناسباً للقاهرة في القرن العشرين هذا استخدم عقله يعني بعيداً عن الوحي وخالف في ذلك خالف بذلك نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية المطهرة ودعوة روح الإسلام أو التسامح أو الوسطية التي يدندن حولها هؤلاء العقلانيون دعوة في الحقيقة نحن عندما نلتزم بالوحي المنزل ستكون الوسطية قائمة سيكون التسامح موجود هذه دعوات من أعظم معاني هذا الدين وقد دعا إليها القرآن الكريم ولكن لا يمكن أن نستند إليها عندما نخالف نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية الحقيقة يعني يطول بها الحديث حول ذلك ولكن أود أن أنتقل إلى يعني رزل آخر استخدم العقل استخداماً يعني سيئاً في مواجهة النص وهو المعروف الدكتور الترابي والترابي بعض الناس لا يعرفون حقيقته ولا فكرة ولكنه في الحقيقة يعني يهدم أصول الدين بدعباً الحرية والتسامح واستخدام العقل وما إلى ذلك تأمل مثلاً ماذا يقول في كتابه تجديد الفكر الإسلامي له كتاب بهذا العنوان ماذا يقول فيه؟ يقول ومن المعوقات هناك من يقول بأن عندنا ما يكفينا من الكتاب والسنة وهذا وهم شائع إذ لا بد أن ينهض علماء فقهاء فنحن بحاجة إلى فقه جديد لهذا الواقع الجديد وأنا أسأله ما هو هذا الفقه الجديد؟ هل هو خارج عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو هو صادر أم هو صادر عنهما؟ إن كان هذا الفكر الجديد إن كان خارجاً عن القرآن والسنة فوالله لا حاجة لنا به ولا نقبله ونرده في وجهك وإن كان صادر عن الكتاب والسنة فأهلاً به وسهلاً ونسلم به وهذا ما نديل لله تعالى به ثم أعلموا أيها الإخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية كبيرة جداً ولكن أقولها باختصار العقل السليم الذي لم تؤثر فيه الأهواء ولا هذه الأفكار المنحرفة البعيدة عن الوحي الإلهي لا يمكن بحال من الأحوال أن يتناقض أو أن يقف حجر عثرة أمام القرآن الكريم والسنة النبوية فالوحي الرباني يسير جنباً إلى جنب إلى العقل الصحيح السليم غير المزيف بأفكار هؤلاء الخرافيين الذين لا يسلمون لنصوص القرآن الكريم وختاماً نقول العقل له مكانة عالية في الإسلام وله مجالاته التي عليه أن يبحث فيها أما فيما يتعلق بأمور الإيمان والمسائل الغيبية فالأمر فيها راجع إلى وحي رب البرية ما ثبت في القرآن الكريم وما ثبت في السنة النبوية المطهرة والعقل السليم هو الذي يصدق بذلك ويرضى به ويسلم لكل ما جاء في القرآن الكريم وصحت نسبته لرسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني الكرام الحق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار ويجب علينا فيه أن نلتزم بالقرآن الكريم والسنة النبوية والعقل يسلم لذلك وأن يسعى جهده في فهم القرآن والسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم